اكتمع السفير هشام بدر المواصق الوطني رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كريسين أراب وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون الجاري بين المبادرة والهيئة وأوجه التعاون الأخرى التي يمكن إطلاقها وأكد السفير هشام بدر أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تشجيع المزيد من الفئات للخروج بحلول نبيئية مبتكرة مشيرا إلى الاهتمام الخاص بتشجيع المزيد من السيدات على المشاركة في العمل المناخي